تعلموا اللغة الثانية حسب دراسات MRI التي هو Magnetic Resonance Imagery أو Imaging تشفت أنه شخص اللي عنده لغة ثانية عنده إمكانية في الخلايا العصبية على التحليل وعلى المسائل الإدراكية أعلى من الشخص اللي يجيد لغة واحدة فقط إضافة إلى هذا هناك أبحاث طبية تشفت أنه شخص اللي عنده لغة ثانية سواء إنجليزية أو أي لغة أخرى تعلمها اللي عنده نسبة الخرف أو دمانشا على المدى البعيد بفترة زمنية مدتها أكثر من خمس سنوات الدراسات تركيزها طبعا على Dorsolateral Prefrontal Cortex اللي منطقة في الدماغ مسؤولة على Cognitive Abilities على Flexibility على Learning وعلى التخطيط وعلى فشي اسمه Abstract Reasoning واللي هو التفكير بالمسائل المجردة فاللي يتحدث بلغة ثانية تلقى دائما عنده منطقية أكثر من الشخص اللي يتحدث بلغة أولى الشخص اللي عنده لغتين رح يكون عنده مجالين المجال العاطفي اللي طبعا لغتها الأولى تأثر به والمجال المنطقي للتفكير واللوجيك باللغة الثانية فتعدد اللغات عندك وإيجادة أكثر من اللغة يمكنك بالمحصلة النهائية من دمج العاطفة مع التفكير يزيد عندك الإمكانيات اللغوية على التواصل مع الأشخاص لأنه بعض الأحيان حقيقة إمكانياتك اللغوية هي اللي يتحدد مسارك في الحياة الدراسات الطبية أيضا اكتشفت أنه الأشخاص اللي يتحدثون بلغة ثانية ويتعلموها من المراحل الأولية عندهم إمكانية على تكوين الخلايا العصبية بشكل معين اللي هو nerve networking اللي داي يصير بالمراحل الأولية من العمر تتشكل بطريقة معينة وهذه تاخذ قالب على اللغة الثانية الشخص اللي دايعاني من تعلم اللغة الإنجليزية بالمراحل المتأخرة السبب حقيقة هو ممكن يكون سبب يعني العلاقة بتشكيل الدماغ الدماغ اللي يتعرض للغتين في المراحل الأولية العمرية رح تتشكل الخلايا العصبية عنده الدماغ مسؤول عن اللغة بشكل معين ورح تاخذ هذا القالب من ينضج الشخص لكن شخص اللي يناضج ويبدأ يتعلم لغة هذه الخلايا رح تفضر إلى تغيير مسارها وشكلها حتى تتناسب مع تحديات اللغة الثانية لكن تبقى نقاط ضعف في التعلم مو في الاكتساب السبب أنه هذه الخلايا لازم تتحول بشكل تتكيف مع اللغة الثانية اللي موجودة تلاقي الشخص عنده صعوبة في تكوين الجمل تلاقي الشخص عنده صعوبة في اللفظ تلاقي الشخص عنده صعوبة في إيصال الفكرة بنفس السرعة والكفاءة من اللغة الأولى والسبب أنه هذه الخلايا تاخذ وقت أطول كلش في مرحلة البلوغ حتى تعيد تشكيل نفسها حتى تتأقلم مع اللغة الثانية حسب الدراسات الطبية وحسب اللي فاهمي حاليا لهذا السبب تركيز جهدك في المراحل الأولية سواء على مستوى العائلة أو على حالتك الشخصية لكن في مراحل أولية من التراسة أو في مراحل قبل البلوغ راح يكون إليك فرصة أعلى على إيجادة لغة ثانية ودخولها ضمن السيستماتك لأن اكتسابها في مراحل متأخرة ممكن يأثر لكن ما مستحيل أنه أنت ما راح تتعلم لا راح تتعلمها لكن مو بنفس المرونة هذا موضوع حبيت أطرح عليكم حتى تأخذوا في نظر الاعتبار ورب يحفظكم